اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وسندنا وملانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أخي الكريم وأختي الكريمة العبادات لفرض الله تبارك وتعالى على المسلم لجبها النبي الكريم عليه أفضل الصلاوات وأذكى التسليم كلها فرضت في الأرض ينزل جبريل عليه السلام إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالقرآن بالوحي فالنبي يعني يخبر الصحابة بأنه رات فرضت هذه الله تعالى اكتبت المسألة هذه وكتبها على الناس وفرضها عليهم باستثناء عبادة واحدة من اللي الله تبارك وتعالى أراد أن يفرضها على الناس فرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون وسطة جبريل تلقاها مباشرة من الله جل فعله تعرف في ليلة المعراج ليلة الإسراء والمعراج النبي عليه الصلاة والسلام يعني الإسراء هو ذلك الرحلة الأرضية اللي كانت من مكة البيت المقدس النبي عليه الصلاة والسلام امتطى البراق وحدد الدابة كنتمشي بسرعة أسرع من سرعة الضوء أصلى بالأنبياء في المسجد الأقصى ثم أتي بالمعراج ثم غد يطلع مع سيدنا جبريل للسماوات بطلع للسماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وفق السابعة وصل للسدرات المنتهى هذه هي النهاية وبعد سيدرات المنتهى هنا غادي يكمل الرحلة بوحده وصل لواحد المكان اللي ما بقاش عليه الصلاة والسلام محتاج للدليل اللي وريطرق يقول لي سيدنا جبريل غا تكمل بوحدك ويقول لي قولة دياله المشهورة أنا إن تقدمت احترقت وأنت إن تقدمت احترقت فغد يختارق صلى الله عليه وعلى الله وسلم الأنوار لحتى مخلوق من المخلوقات ما يقدر يختارق يقول الله تعالى كيقول وما منا إلا له مقام معلوم وهد شي يقول لباش نعرف المقام دي لهد النبي العظيم صلى الله عليه وعلى الله وسلم ففي الحضرة الإلهية سيكلمه المولى الكريم بلا واسطة والعجيب أنه في هذه الليلة هدي مش يكلمه مرة واحدة تتأمل الأحاديث ديال قصة الإسراء والمعراج كتلقى بأن لما فرضت الصلاة خمسين يعني فأوحى إلى عبده ما أوحى أرجع للسماء السادسة كيلقصدنا موسى iego يسأله شنو قال لي كالله تعالى قال لي الرفرض على scientistsığım الإسراء كمسين كال لي يعرف يرجع قول له رهب كثesti يسأله عاودا رجع مرة أخرى وكلم الله تعالى مرة أخرى بلا وسطة عاودا رجع سيدنا موسى قال لي رانقص لي عشرة Será خلال يغربين قال لي عاودا رجع فاراجع مرة أخرى وكلم الله تعالى بلا واسطة ففي هذه الليلة العظيمة أخي الكريم واختي الكريمة كلم الله تبارك وتعالى يعني واحد العدد المرات يعني اللي جينا بدون حسبوه رغلقوا يعني واحد العدد المرات اللي يكلم الله تعالى بلا واسطة فتفرضت الصلاة أخي الكريم واختي الكريمة مشي في الأرض مشي في السماوات تفرضت في الحضرة الإلهية الصلاة أخي الكريم واختي الكريمة بلا واسطة في الحضرة الإلهية مباشرة من الله تبارك وتعالى إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أتشي كله لندرك عظمتها وشأنها وخطورتها الصلاة هي كل شيء الصلاة عمود الدين لم تصليش على خطر عظيم اللي قطع الصلاة أراه يخاف على رأسه أصعب شيء على الإطلاق هو أن الإنسان مسلم ويكون ما كيصليش ولذلك أخي الكريم وختي الكريمة الصلاة ره من الصلاة فالإنسان اللي كيصلير عنده حبل بينه وبين سيدربي كين وحد الصلاة بينه وبين سيدربي كين صلاة فاللي ما كيصليش المعنى دي لها شنا هي المعنى دي لها قاطع الصلاة مع الله تبارك وتعالى قاطع الخط مع الله تبارك وتعالى لما كيصليش أخي الكريم كأنه كيقول لله تبارك وتعالى ربي ماش إنت اللي خلقتيني ربي أنا مستغني عليك ربي أنا محتاجكش أنا قد براسي أنا قوي بما فيه الكفاية باش نقوم بالأغيرات ديالي كاملة أنا غني بما فيه الكفاية باش ما نفتقرش ليك ونطلب منك تعطيني شي حال هذا هو المعنى لم تيقول لاش باللسان ولكن راه اللسان والحال هذا هو المعنى دياله فالصلاة أخي الكريم هي افتقار هي خضوع هي تذلل لله جل في عملا ولذلك سيدي ابن عطاء الله السكندري البرحكنا درنا واحد دردش أخيف عليه كيقول الصلاة محل المناجات ومعدن المصافات تتسع فيها ميادين الأسرار وتشرق فيها شوارق الأنوار الصلاة محل المناجات المناجات هي ذلك الكدام الذي يكون بين الحبيب وحبيبه ويكون بصوت مهموس وصوت منخفض جدا سجد واقترب فهي محل المناجات ومعدن المصافات فباش للإنسان تعرف واش عنده علاقة مع الله تبارك وتعالى واش عنده اتصال بالله تبارك وتعالى اتصال بالله تتسع فيها ميادين الأسرار وتشرق فيها شوارق الأنوار هي محل تلاوة والدعوات والأذكار وهي محل تذلل الخضوع للواحد القهار تتسع فيها ميادين الأسرار إنسان عندما يصلي ينقطع عن العالم برمته ديك الله أكبر أكبر من كل شي أنا الآن مع الله تعالى في لقاء خاص مشغول ممسليش أنا دب كل مع الله أدي أصلى وهدي المعنازل الله أكبر فالمصلي كي كنت يصلي كتسمعشي واحد كي يعطس وخات يقول الحمد لله ما كتقولش لي رحمك الله ياك تتكون كتصليكي دخل شفات كي يقول السلام وعليكم أنا مخصكش تقول لي وعليكم السلام كتكون كتصليكي يصوني التليفون أنا مخصكش تهز وتجاوب أنا كصافي انقطعتي خرجتي من الدنيا ثم يقول رحمه الله عالم وجود الضعف منك الله تعالى عرفك بأنك ضعيف ياوش ندر معك فقلل أعدادها خلها غير خمس صلوات فقط في 24 ساعة 1440 دقيقة أخي الكريم أختي الكريمة أطلب منك الله تبارك وتعالى خمس صلوات اللي ممكن تؤديها في 20 دقيقة كلها أو 25 دقيقة كلها بشوف 25 دقيقة قارنة ب1440 دقيقة علي موجود الضعف منك فقلل أعدادها ومفرضها شعليك على رأس الساعة ومفرضها شعليك كل نصف ساعة وإنما خلها فقط خمسات الصلوات في 24 ساعة أحيانا كيكون بين صلاة وصلاة مثلا دبا بين صلاة الصبح وبين صلاة العيشاء البعد كيصلي العيشاء والصبح يعني راه أعليهم 11 ساعة يعني 11 ساعة قريبا يعني وحد الفرق زماني كبير شي مرات بين صلاة وصلاة كتكون ساعتين بين صلاة وصلاة كتلق لزاة السويع يعني كيخلي وحد له وقت وقت إذن علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها وعلم احتياجك إلى فضله فكسر إمدادها سيد الرب من اللي خلها خمسة قلل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هي خمسة في الفعل وخمسون في الأجر فأحنا كنديره غير خمس صلاوات ولكن الله تبارك وتعالى كيكتبها خمسين صلاة يك وعلم احتياجك إلى فضله فكسر إمدادها ثم يقول سيدي بن عطاء الله السكندري وهذا هو بيت القصيد وهذا هو اللي أنا تنظر باش نوصل له تقول متى طلبت عوضا على عمل طلبت بوجود الصدق فيه متى طلبت عوضا على عمل طلبت بوجود الصدق فيه الإنسان من لك يصلي أخي الكريمة واختي الكريمة وسمحوا لي على هذه الكلمة هذه ما يتجملش على الله تبارك وتعالى يقول راني كان صلي رأى أصلي وحلش حاجة كبيرة كان صلي الله يتقبل عمل مزيان ولكن أرى أخذك ترقى أخذنا نترقى والواحد المقام أخر أعلى من مجرد أداء الصلاة مشنو هو هو الحضور في الصلاة يا مناس وأنا منهم كنقول الله أكبر والواحد كيمشي كيفكار وكيغيب هو أنا كيقرأ الفاتحة وكيقرأ الصورة وكيقول سبحانه ربي العظيم كيقول سميع الله من حمده وكيقول الله أكبر مرة مرة سبحانه ربي العظيم كيدكور الأذكار كلها ولكن كتبقى كأنها واحد الحاجة أوتوماتيكية وملي كيسالي الصلاة يقول كنو صليت واجدرت أربعة ولا ثلاثة كيوقعت المشكل بشكل كبير فكيعقل على لديك الله أكبر اللولى واحد كي القراص قال بشي سلم بيناتهم كأنه يعني مش صافر ومشي شي بلاس وهذا أمر يعني كيوقع الغالبية العظمى دي الناس الأغلبية دي الناس أخي الكريم أختي الكريمة كيوقع لها هذا الأمر فاشنبلك اليوم يكون الموضوع دي الناس على الخشوع في الصلاة الخشوع في الصلاة الحضور في الصلاة صلاة أخي الكريم وأختي الكريمة إمتى الواحد كيتمتع بها وإمتى الواحد كيستافد منها وإمتى الواحد كيحس بحلوتها وكيقول اللي ينتظر وقتها بفرغ الصبر من اللي يذوق حلاوة الخشوع في الصلاة وحلاوة الحضور في الصلاة هذا الخشوع في الصلاة عنده حلاوة عنده لذة عنده وحد نكهة خاصة وصول الناس اللي ضاقوا هذا الإحساس هذا الصلاة كتقول لي بالنسبة ليه وحد اللقاء ماتع كتكون بالنسبة ليه واحد اللقاء يعني ينتظره بفارغ الصبر وكي أملكي يسلي من هذا اللقاء كي يحس بأنه تمتع روحه تمتعت روحه كانت منعمة روحه كانت يعني تصرح وتمرح في ميدان الجمال الجلال الكمال يك ومهنك نفهمه قول النبي عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال لأنه كانت تمتع في الصلاة صلى الله عليه وعلي عليه وسلم كانت نشوة ديال هي الصلاة كانت يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة هذه قرة عيني يعني أجمل اللحظات ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي قضى في الدنيا هي اللحظات اللي يكون واقف مستقبل القبلة قبلة الله تبارك وتعالى يصلي وجعلت قرة عيني في الصلاة عامة الناس اللي احنا منهم يعني يقول نحيب علي الصلاة بقي لي واحد دور نحييد علي أو بقي لي واحد صلاة نحييد علي العشاء باش نتفرغ تحس بأن الصلاة في حال واحد الهم في حال واحد الثقل في حال واحد الأمر اللي هو الإنسان كيدر بزز لأنه خيف من العذاب وخيف أنه يتعدف جهنام وخيف كده فكيدرها غير الحاجة مفروضة كنديرها فقط مش هدي حقيقة الصلاة مش هدي هي الصلاة اللي بغانا سيدنا محمد عليه الصلاة شنو بلك نهضروا اليوم على الخشوع تكلموا على الخشوع اليوم خشوع في الصلاة يا ترى واش كيدها شي طريقة لتحصيل الخشوع واش كيدها شي وصفة عملية اللي إلدرناها ممكن أننا نخشع في صلاة خلينا نهضروا عليه لعل الله تعالى أخي الكريم واختي الكريمة وهو سبحانه مخفة وخفية كيشوف فينا فات الساعة المباركة وكيشوف القلوب كتمنى أنها تصل لهذا المعنى هذا الخشوع ويتفضل علينا ويجود علينا بوحد النظرة ويكرمنا بالخشوع ويكرمنا بهذا المتعة هذه اللي محروم منها وحد العدد كبير جدا من المصل فاصل ثم ونواصل اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وسندنا ومولانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله حبيبك وخليلك وصفيك ودليلك الذي خصسته بالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة وشفعته في من صلى عليه في الدار الآخرة وقلت في حقه إجلالا وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما توجته بتاج الجمال وألبسته لبس الكمال وزينته بأشرف الخصال فاللهم صل عليه وعلى صحبه والآل صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين الله تعالى أخي الكريم واختي الكريمة فات الساعة المباركة أن يكرمنا جميعا فضل اللحظة بمغفرة كل الظنوب وأن يصلح منا كل العيوب وأن يفرج لنا كل الكروب وأن يقضي لنا كل الحوائش اللهم يا فلق الحب والنوى يعطي لكل واحد مننا في هذه الساعة ما نوى وفوق ما نوى يا سامع السر والنجوة يا كشف الضر والبلوى يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من حالنا اللي عنده شيء أمنية فات الساعة المباركة الله يجعل إن شاء الله ساعة تحقق الرجاء وساعة استجابة الدعاء وساعة الشفاء من كل داء وساعة كشف البلاء اللي عنده شيء حاجة شيء هم شيء حاجة شغلها في بالو شيء خبر ينتظره بفارغ الصبر ينتظر شيء بشارة الله يسمعنا وإياكم جميعا خبر الخير والله يحقق لنا ولكم جميعا النوايا الله يجعلنا من أهل الخير ويجمعنا مع أهل الخير ويجعلنا من المباركين ومن الصالحين وأن يعطينا ما سألناه وفوق ما سألناه وأن يزيدنا من فضله الواسع العميم وأن يغنينا سبحانه سألوك يا مولانا يا كريم أن تغنينا بالافتقار إليك وأن لا تفقرنا بالاستغناء عنك آمين آمين يا رب العالمين أخي كريم واختي الكريمة كنت تكلموا على الخشوع بداية قلنا بأن هذا الخشوع هذا يعني هذا هو الذي من أجله اللي هي إحنا كنصلي يعني للإنسان صلى والقلب ما خشعش يعني راه كيكون اسمح لي هذه الكلمة كيكون دار حركات رياضية زيما تمرت الصلاة ونتيجة الصلاة والتأثير دي الصلاة ما كيبنش يك فالخشوع دي واحد المسألة مركزية وفي الحديث بأن الإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقل منها هذا الشيء اللي كيكتب لين الله تبارك وتعال في الصلاة هو هذك ذك اللحظات اللي كنا فيها خاشعين فكي اللي كيخشع في الله أكبر كي اللي كيخشع في الفاتحة كي اللي كيخشع في الركعة اللولى ومن بعد كيهرب لها الخيط كي اللي كيخشع في صلاته كاملة وكله وكيفاش فربيك يكتب لكل واحد فينا هذك الوقت اللي كان حاضر فيه في صلاته صلاة إلا هذك الوقت اللي كنا حاضرين وذك الوقت اللي كنا عاقلين وذك الوقت اللي كنا خاشعين وعليها قوي لك إننا جبدنا الحكمة دي سيدي بن عطاء الله السكندري من اللي قال متى طلبت عوضا على عمال طول بتبي وجودي الصدق فيه بغيت الخلاص دي الصلاة تطلب الأجر تطلب الأجر بغيت الحسنات بغيت تحاسب احنا نتحاسب معك حال دو سيفة كنت حاضر 100% متى طلبت عوضا على عمل طولبت بوجود الصدق فيه ثم يقول ويكفي المريب ويجدان السلام زيما احنا يا ربي غير ربي ما حاسب على دي الصلاة ما يعطينا عليها الأوزار ما يعطينا عليها السيئات لأن قلة أدب الله يرحم ضعفنا قلة أدب أن الإنسان واقف قدام الله تعالى وكيف يفكر في شيء هو يشخرة وبالهم شغول الله تعالى يعلم السر وأخفى السر معروف يا السر معروف شنو اللي أخفى من السر السر ذاك شلي بينك ومن نفسك ما تعرفتها واحد هذا السر يعلمه الله ويعلم أخفى من السر يعني احتدك الأمور اللي أنت ما عارفش ما عارفش بأن ما زال هي غدتكون سر وما زال ما هنش سر وباقي ما عرفتها شنت يا فصدر ربي خافي عليك ولكن سبحانه وتعالى عالمها قبل وجودها يعلم السر روى أخفى سبحانه فإذن الخشوع ليس للعبد من صلاته اللي لم يخشع منها اللي ما عقل منها هذا الوقت اللي كان حاضر في صلاته شو الخشوع بداية فقهاء الناس اللي كيتكلم في الفقه في علم الفقه الفقه يتعلق بأعمال الجوارح يقولوا بأن الخشوع الخشوع في الصلاة هو أنك تكون ساكن يعني فصلاتك لا تلتفت عينك رك تشوف في واحد بلازة تشوف في محل سجودك تقاش هزا عينك تشوف في الحياة وكتشوف في السقف وكتشوف في اللي حداك وكذا هذا الخشوع دي العينين الخشوع دي الوجه اللي ما يلتفت الخشوع دي الجوارح كان بعض الناس اللي كي كنت يصلي هو يحك هو يقلب جيبه هو يديه ما كتزقاش هذي رابة مصيبة هذي الخشوع في الصلاة كان واحد الخشوع ظاهري اللي هو ساهل لما لا يعذر فيه أحد هو أن الجوارح ديه تبقى زاقية واقف برجلك وما تبقى شتحرك بسجد شي مرات كنكونوا واقفين شو عادي يصلي حداك وشو يتبقي حازل عندك وتبقي يحل يا سيدي وش أنت مركز بسلاتك ولا مركز أنك صافي يخليك واقف ما تبقى شتحرك ركت شو وش على رأسك وش وش على الناس لحدك اليادي ما تحركوش بقاش الإنسان يحرك يطلع ويحك ويدير هذي صافي على الأقل على الأقل هذا خشوع ظاهري هذا رحى المينيموم هذا الحد الأدنى هذا ساهل وهذا احنا ما معذورينش فيه احنا اليوم ما كانت تكلموش على هذا احنا كانت تكلمو على خشوع القلب تقولوا سادتنا العلماء خشوع القلب هو واحد الشعور بالخوف عن استشعارك أنك واقف بين يدي خالقك هو شوعة القلب هو أنه عندك إحساس في قلبك واحد الشعور في قلبك بأنك واقف قدام الله تعالى اللي خلقك قدام الذي يملك سمعك ويملك بصرك ويملك صحتك ويملك عمرك ويملك مستقبلك للأمر كل ديالك بيده بل يملكك كلك إنا لله احنا كلنا دي الله يملك كل شي شتي شتي مرات أخي الكريم أختي الكريمة يربط معني على هذا المثل هذا يعني ولله المثل الأعلى شي مرات بنيتي يكون شي واحد في واحد المنصب نقوله إحنا مثلا واحد المدير مثلا دي واحد الشركة معينة فهذا كالعامل البسيط ما اللي كيكون في لقاء في مواجهة مع المدير يطلقى معاه وجه اللي وجه واش كيقل الحياة عليه واش كيقول أي حاجة واش كيدير أي حاجة قدامه كتلقاه يعني كيفرض على نفسه واحد الاحترام واحد النظام وكيحاول اللي بغي يتكلم كيحاول أنه يقول كلام اللي مقدم وزون علاش لأنك يعرف بأن المدير فرمشة عين يعني قدر أنه يعني يعني هو الذي يوقع على يك والذي يخلص في الأخر الشهر صحي خاف يقول عندك حيدني وبيجيب شي واحد آخر وفي نفس الوقت كي طمعت يقول أخصي أنت عمل مزيان ونكون مزيان باش لعله وعسى يرقيني ويطلعني هذا مخلوق فالله جل في علا ولله المثل الأعلى يملكك كله فهذا الخشوع منك توقف قبالته كيجيك ذك الخوف في القلب بأنك وقف قدامه سبحانه وجل في علا وأنت كلك ديالك حيات كلها ديالك الماضي ديالك دياله والمستقبل والحاضر وكل شيء ديالك أنت رأى بدي هو سبحانه وجل في علا فكيجيك هذا الخوف فبليش يجي هذا الخوف تيجي معه ذل معه وفي نفس الوقت كيكون معه هاد المشاعر ديال الخوف وديال الذل كيكون واحد الشعور آخر وواحد الإحساس بأنك تكلم الله جل في علا كفاحا بدون ترجمان أنت الآن وقف قبالة الله تبارك وتعالى وتحدثه وتخاطبه وتكلمه بدون ترجمان فكتقول الحمد لله رب العالمين فهنا الله تعالى يجيبك ويقول لك حمدني عبدي فكأنك فكأنك في حوار مع الله جل في علا تواقف تقول الحمد لله رب العالمين كانوا بعض الصالحين ولكي قرأ الفاتحة تقول الحمد لله رب العالمين وكيسكت واحد شوية شوية دي الوقت ثم تقول الرحمن الرحيم وكيسكت ثم تقول مالك يوم الدين وكيسكت ثم كيقول إياك نعبد وإياك نستعين وكيبقى ساكت شوية وكيبقى دائما الفاتحة لآيات دي لها كلها كيدي لها هكذا فسول شي مرة كيشوف تسكت بزاف وش كي تقطع لك النفاس وش كتنس الفاتحة لش كتوق وقف قال لهم أتلذذ بجواب المولى الكريم لأن الله تعالى كيقول لنا الحديث القدسي ترويس محمد عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى كيقول إذا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين فإذا قال عبدي الحمد لله قلت حمدني عبدي أملك يقول الحمد لله بالعلم الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أثنى علي عبدي أملك يقول عبد ملك يوم الدين تقول الله تعالى مجدني عبدي أملك يقول إهدنا الصلاة المستقيم صلاة الذين تقول الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل تخيل أخي الكريم صلاة كلها تكون هكذا فيما تقرأ الفاتحة تتحضر بأن كراك تخاطب الله تعالى مباشرة وبأن كي جوبك كي خد تكون تصل هذه كلنا كنقرأ في صورة الأعراف كيف أن الله تعالى وعد موسى ثلاثين ليلتان وأتممها بعشرين وبأن قال ربي أريني أنظر إليك وحد الكلام جميل جدا وفي صورة طه تقول وما تلك بيمينك يا موسى وبقى الله تعالى تتكلم وتتكلم سيدنا موسى وتقول هي عصا يتوكأ عليها وأهو شو وكتقرأ وكلم الله موسى تكليمة تخيل الكرامة يعطاه الله تعالى للناس من أمة سيدنا رسول الله صلى الله وسلم أنت حين توقف بين يدي الله تعالى تصلي أنت تكلم الله تعالى بدون ترجوما تكلم الله تعالى كفاحا مباشرة بدون واسط ومشي الفتحة بحدة أي حاجة يقرأها الإنسان في الصلاة فهي خطاب وكلام موجه لله جل في أولا لذلك أخي الكريم واختي الكريمة أنا بغيت الموضوع يكون عملي ما بغيتش يكون غير مجرد كلام نصيحة من القلب الله يجزك بخير رأى أشغل تقول الله تعالى إلا قالك عبدي سبعين سنة ومتقى الفتحة وما فهماش شو تقول لي تقول لي عبدي ربي ما كنت قاري هيك وكين الإدعاء وكين الانتغنات وكين الكتوب وكين العلماء وكين كده سول تقول دائما الحمد لله رب العالمي الرحمن الرحيم شنو الفرق بين الرحمن والفرق بين الرحيم شنو ملك يوم الدين شنو الدين واش الدين والإسلام ولا شي حاجة أخرى شنو إياك نعبد وإياك نسعين شنو مضالين شنو المغضوب عليهم شنو هاد ملكة تبغي تقرأ واحد الصورة قول هو الله أحد الله الصمد هذه أقصر يعني من الصور القصيرة في القرآن كفوا أن أحد شنو معنيتها شنو معنيت الصمد راه يستحي لكل خشوع اللي ما كناش فاهمين شنو كان قرأ إذا نرى واحدة من أسرار الخشوع هي أنني نكون فاهم داك شي اللي كان قرأ نكون فاهم داك شي اللي كان قرأ هذا والله صحابها كده القرآن نزل باللغة ديالهم فاكم لي كيقرأ شي آيارا كيقفز الأعراب يسمع وفي السماء رزقكم وما تعدون فو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الأعراب يراغ بدك يغول يقول لهم من أغضب رب العالمين من أغضب رب العالمين حتى جعله يقسم احنا تنقرأ وما تنحسوش بها اسمح لي على هذا المثال هذا ومثال قبيح ولكن اسمح لي من ربلي كيكون شو لغة أجنبية كيسمع شي كلمة قبيحة ما كتأثرش عليه كيسمع شي شي معيور مثلا بشي لغة ما شي لغته لا يتأثر ولكن إلا اسمع نفس الكلمة بلغته الأصلية بلغته الأم بلغته اللي تربى بها وكبر بها تجي قداش نهية علش لأن لغته كيحس بها اللغة فيها أحاسيس فيها مشاعر فيها وجدان فالخشوة في الصلاة مفتاح دياله هو القرآن الكريم واللغة العربية أنا تنقرأ خطني كنت نفهم شنو كنقرأ إياك فإذا الإنسان واقف وتيقرأ الحمد لله رب العالمين والرحمة رب العالمين وتيقرأ الفاتحة وتيقل آمين وآمين شمع المعنى هذه الآمين آمين أنك تقول الله تعالى يا ربي أنا دعيتك يا ربي استجب يا ربي استجب فيستحضر العبد فهذه اللحظة اللي هو واقف قبل الله تبارك وتعالى بأنه سبحانه أقرب إليه من حبل الوريد وبأنه أي فكرة تخطر له على عقله أي حاجة يحس بها في قلبه أي فكرة أي صوت داخلي تجلي في داخل ديالك بأن الله تعالى مطلع عليه وبأن الله سامع فيشعر ويستحضر هيبة الله تعالى ويستحضر جلال الله جل في عوده لذلك أخي الكريم أخي الكريمة تقولوا سادتنا الصالحين وأنا غادي نقول لك هذه الفكرة أنا خديتها من عند الإمام الغزالي أبو حامد أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين هذا الرجل هذا يعني كانوا بداية سيرة في سنة 505 هجرية يعني عاش في القرن الخامس لهجري هذا الرجل يعني كان من كبار العلماء وكانت تشد إليه الرحال من جميع أسقع الأرض فيما كان شي واحد طالب علم شي واحد بغي ياخد العلم الصحيح يأتون إليه من مشارق الأرض ومغربي يأتون إليه كان في بغداد فالرجل على عظمته وهيبته وساعة الطلاع والعلم الكبير اللي كان عنده كانت يحس بأنه شي حاجة نقصة كانت يحس بأنه عنده شي حاجة ماهية كيشوف بأنه هدك العلم وهدك هدك المعلومات الكثير اللي عنده هدك الإقبال الكبير دي الناس اللي مقبلين عليه وكي تكلموا عليه الناس وهو المرجع وهو كذا فكانت يحس بأن هذا شي كله رغى الدنيا كانت يشوف بأنه إلا نضي شي واحد وعارضه في شي مسألة من المسائل يغضب ولا اشتغل فيني وأنا اللي عندي الحق وكانت يشوف بأنه في شي لحظة من اللحظة إلى الإقبال دي الناس قل في الحلقة دي دي العلم ينزعج لاش نجاوش عش كده فقاليك ما أشيلي كندير أنا ماشي لله فأنا بدأ في واحد الحرب مع نفسه القصة دياله طويلة فمشاك يقلب على شي شيخ يرشده ويعرفه بعيوب نفسه بدأك يقلب على الطبيب شي طبيب ديال الروح بدأك يقلب على شي طبيب ديال الروح ليداوي نفسه من العيوب من الرياء والكبرياء والعظماء والخيالاء والغرور هذه أمرات كلها كتكون في النفس خاصة طبيبي عالشا ديك كيف قال سيدي بن عاشر يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المالك ألا أي القصة طويلة رواها في أحد كتبه رحمه الله تعالى كيقول يعني من بعد در واحد تجربة روحية وبدأ صفحة جديدة وبدأ علاقة جديدة مع الله تبارك وزعله ذك شي قول ولي كان قبلك أنه كما كيلد وبعد هذه التجربة الروحية ألف أحد الكتاب لا مثيل له هو كتاب إحياء علوب الدين ففي هذا الكتاب أخي الكريم أختي الكريمة كي يعطينا صائح اللي بغي يخشع في السلام بالأفكار اللي قال قلت ميكيتون تتصلي وحسيتي بأنك ما قدرتش تستحضر بأنك وقف قبلت الله تبارك وتعالى استحضر أنك وقف قبلت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلي وعليه وسلم بأنك في حضرة رسول الله ما قدرتش هذا الإحساسي ما قدرتش ساعة لله احنا ضعف مش كلنا عندنا القدرة على الخيال تخيل نفسك بأنك في حضرة واحد الإنسان من الناس اللي كتحترمهم والناس اللي كتقدرهم والناس اللي عندك عندهم واحد لهيبة في قلبك شي واحد من العلماء شي واحد من الصلاحة كأنه جالسكي يشوفك وتخشع حاول تخشع بتي هذه الفكرة هذه ومع ذلك حسيتي براسك بأنك ما قدرتش تخشع حسيتي براسك ما قدرتش أنك تدلل لله تبارك وتعالى انتقل لمرحلة أخرى تخيل بأنك تصلي واللي كيشفك ناس اللي انت تعظمهم واللي الناس اللي انت كتبغي تبال لهم واحد الصورة حسنة الناس اللي كتبغيهم أنهم يشوفوا فيك دائما ذاك شي الزوين وذاك الأمور الجميلة وتحب ثناءهم وتحب مدحأهم وتحب أن تظهر بينهم بصورة حسنة ويتني وعليك ثناء حسن تخيل بأن مقالس كيشوفوا فيك ونتك تصلي رحمهم يا رب أمور بسيطة أمور أمور سأغفروا الله لعدم نسميوها بعض الحيل هذه اللغة معاصرة اللغة دي الناس دي التسويق ودي الكذا فبعض الحيل البسيطة جدا ممكن الإنسان يستعملها ويحس بأنه يعني خاشي ياك طيب من الأمور أخي الكريم واختي الكريمة باش الإنسان يخشع في الصلاة وهذا يعني تغيب علينا يعني في كثير من الأحيان وفي هذه اللحظة اللي أنا بغي نصلي مش غير نجي ونقول الله أكبر وندخل في الصلاة الصلاة خاصة هي خاصة واحد لإعداد نفسي ففي هذه اللحظة اللي أنا واقف مستقبل القبلة موضي مفرش اللي بدأ ديالي غادي نصلي أقف مع نفسي وندير واحد نية شنو هي هذه النية النية دي لأنني ناوي نخشع في الصلاة في قلبي بيني وبين سيدربي بيني وبين سيدربي أنا ناوي نخشع ندير هذه النية ما نديرش النية دي غادي نصلي فقط غادي نحيد علي واحد الصلاة لا دي نية ناوي يا ربي أنا راني ناوي باش نصلي هات الصلاة ما تدبت دور جاي أنا ناوي نصلي بخشوع هات ربحة الركعات الركعات الناوي نكون فيها خاشع ونكون متذلل ونكون فيها خاضح إنما الأعمل بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى ما تنقولش لك إنك اللي درسي هذه النية أنا كنت تقولي خاشع هذه عصا موسى واحد وش تلتانة وليتي خاشع لا ما شي هذا هو الكلام ما شي هذا هو المعنى المعنى تقدر تخشع في ركعات تقدر تخشع في جوجة الركعات تقدر تخشع في مرة فربعة من يدري ولكن المعنى شنو هو المعنى أن الإنسان ينال ثواب الخشوع كتكون ضمنتي ثواب الخشوع زوين هذا الفكرة أنني ماشي ناوي نصلي فقط ناوي نصلي ولكن ناوي نصلي بخشوع النية في الدين شأنها عظيم ولذلك تقدر ما تخشع مجرد ديك النية دي الخشوع يكسب لي الله الأجر دي الخاشيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حكى لنا القصة دي شي ناس كانوا زمان بنوا إسرائيل كيفاش أنه شي واحد كانت شي مجاعة ومر على كثيب من الرمل وقال مع نفسه وقال الله هذا كن كان كن كان دقيق كل قمح ديالي كنت قدين تصدقه على الفقاراء وعلى المساكن ومن خليه تمحتاج في المدينة قاعد الناس تأكل وقاعد الناس تشبه فأوحى الله تعالى إلى نبي ذلك الزبال أن أخبر الرجل أن الله قد قبل صدقته أما هز ما حض ما شرى ما باع ما دلت حاجة فقط نية وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيقول لنا في الحديث الآخر إنما الدنيا لأربعة نافر أربعة الناس الدنيا دي أربعة الناس النوع الأول واحد الرجل أعطاه الله تعالى العلم وأعطاه المال يك فهو ينفق هذا المال وفق ما يرضي الله تبارك وتعالى في أعلى المنازل ورجل أعطاه الله تعالى العلم وما أعطاهش المال فكيقول كون كان عندي المال كنت صدقته درت الخير وفعلت 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 فناوي نية دي الخير الشاهد في الحديث سيد النبي صلى الله عليه وسلم سيقولك فهو ما في الأجر سوا في حالة دا اللي عنده المال في حالة دا اللي ما عندهش المال حيش هذا در فعل ولأخر در فعل بالنية فإذن النية شأنها عظيم فالإنسان يثاب على واحد العمل وخما هذا العمل لم يخرج إلى حيز الوجود يثاب عليه بمجرد نية والنية هي عقد القلب أنا عازم وعاقد القلبي أنني بويت ندير هذا العمل هذا إذن هذه فكرة من الأفكار كذلك أخي الكريم وختي الكريمة وهذه فكرة هي مهمة جدا أننا نتذكر بأنه راكين الشيطان يحيظ بنا وبأنه يجري من يبني أدم مجرد دم وكين واحد الشيطان خاص بالصلاة هذا الشيطان هذا كيحضر في وقيتة يتصل مجرد ما كان توقفي بغيتي تصلي أهو أحضر سماه لنا النبي عليه الصلاة والسلام باش يأكد ويقول لنا أنا كان عارفهم زيانة الشيطان هذا اسميته خنزب هكذا خنزب في الحديث الصحيح أش كي يدير مجرد ما كان تقول الله أكبر كي بديش بدلك بدو أصل تبديش بدلك الملفات تبديش بدلك الأمور اللي ربما ربما شي أمور نسيتها كيف فكرك فيها ربما شي مشاكل عندك يعود يكبرها لك ربما شي فتلقى الإنسان فصله لأولاك حلف المشاكل فصله وكيف فكر في أمور دي البنية فما هو ما هو بصلاة اللي هو فيها أختل أجر ديلا وما هو باديك الأمور وما هو باديك الأمور لأنه بقى عاكي فكرة ما كيديروه لو عاكي فكرة عاكي فكرة ما هو خدمت يدور في الخوة فإذا الإنسان يستحضر هذه المسألة يستحضر بأن راكين شيطان إنه يراكم هو وقبله من حيث لا ترونهم وماشي مصلحة يخليك خاشة فيجاهد يعني يخاصه مجود ويجاهد على القلب يحاول أنه يكون حاضر إلا إلاحس بأن هرب لي الخيط يعود يرجع الخيط القارس مثلا نسها ما يبقاش غيغ غادي إلى ضرباته الفيقة يرجع عاكي ويجاهد كأنه يلا الله بادي ويقاوم ويقاوم هذاك حديث النفس ويقاوم ولذلك أخي الكريم واختي الكريمة النبي عليه الصلاة والسلام عنده مجموعة للأحاديث ومجموعة للتوجيهات كي يوجه الناس كي يوجه المؤمنين كي قل لنا صلى الله عليه وعلا عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام لا صلاة بحضرة الطعام شنو المعنى؟ المعنى أنك قبل ما تجي توقف قباط الله تبارك وتعالى تخلي الشواغل كلها ما تخليش شي حاجة غا تبقى شاغلك الحاجة اللي قدرتي أنك تحيد عليك حيد عليك تحطط الماكلة وأدنى تلعشا ورش تاكل عا تصلي ولا نصلي وعا ننكر تقولك سيد مبيل الله سير كون لأن إلا كان فيك الجوع والمكلم حطوطة وشي تتصلي أشغال يوقع أوقع الإنسان أنه كي يصلي وكيفكر في الأكل فإذا انقطع الشواغل لا صلاة بحضرة الطعام وكي يقول صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء مزيد فبدأوا بالعشاء قبل العشاء إذا العشاء بالفتح والأكل والوجبة والعشاء هي الصلاة ليجوا معروضين قال لي وش شنو تبغيوا العشاء ولا العشاء بالدرجة ما بيناش كان العشاء والعشاء بحال في حال ولكي في اللغة العربية العشاء والعشاء وفي نفس المعنى أيضا النبي عليه الصلاة والسلام وهذه ممكن تكون بالأمور اللي كتوقع خاصة في هذه الأيام اللي كتكون درجات الحرارة منخفضة كي كل الإنسان مثل أنت يقول أنا خليني قبط لضو وتيجيه العجز أنه يعود التوضى فكي قدر يصلي وهو محتقن كي قدر يصلي وهو يدافع الأخبتين علاش لأنه كي يقول ما في يم يعود التوضى وكذا بلاتي بلوضو ديال المغرب نصلي العشاء باش ما نعود الحواياج وتوضى والماء وانفزاق وكذا وكذا فكيف جغل تكون تصلى هذه اللي الإنسان واقفه فالإنسان يدافع الأخبتين هذا اللي كيكون يعني حاق واقف كي يصلي وهو في حاجة ماسة أن يذهب إلى المرحاد شرف الله ما سامعكم يذهب إلى المرحاد هو الولو سيرتوضى يا سيدي لابغيتي الخشوع في الصلاة ولابغيتي الأجر دي الصلاة وعاديك الساعة ملي تكون مرتاح مجيش لعن سيدي داربي وانت ماشي كي غير تكون هذه الصلاة هذه كي غير يكون فيها الخشوع خاص جياد النفس إذن هذا الشواغل هذه كلها أمور تعيق الإنسان على الخشوع بل أكتر من هذا شوفوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شي مرة جاتوا واحد اللبسة وفيها شي خطوط وفيها زركة وفيها كذا وفيها كذا واحد التوب فخم فصل الله به أملك ملصلا هو يحيده وقال لهم فلان واحد من الفقراء دي المسلمين اسمته أبو الجهم كان من أهل الصفر كان رجل فقير وكان لابس واحد اللبس بالي جدا واحد اللبس يعني علاقة بالحال فالنبي عليه الصلاة والسلام حيد هذا الرداء المزركش الزوين اللي كان في واحد اللون وكان في شرصومات وكان في شي حاجة قال لهم هذا شغلني عن صلاتي وكانت صلي حسيت بأنني بديت نشوف ذلك الرسومات وكانت تبعهم بعيني أعطيه ذاك الفقير وعطاه الفقير هذا الرداء دياله ذاك الباس اللي هو بالي وقديم وكذا كأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يعلمنا واحد المعنى أن الإنسان اللي كان يصلي يحاول أنه يصلي في واحد الملاصة اللي مش كونش فيها كترة الزخارف وكترة الزواق وشي أمور اللي كتشغل أنا تتعجبني بعض المساجد الآن كنشوف بأن بعض المساجد وفكرة ممتازة ومزيانة أنها تكون أنه مليك تلقى ذاك الزربي اللي كتصلي عليها ولو بعض المصانع ذاك الزرابي اليوم في المساجد كيديروا لون واحد لون واحد تيكون حمر ولا تيكون خضر تيكون لون واحد وكينا ذاك البلايصة ذاك البانضة اللي كيوقفوا عليها المصلين كتكون بواحد بلون باج ولا بشي لون ميز وكتوقف فمليه كتكون ذاك الزربي اللي أنا كنصلي عليها فيها كترة زخارف وفيها كترة كدرها شي مرة لواحد حتى كي القارس وكي بقى فيها كتشوف شي طابلو قدامك ياك وحنا المغاربة وهدي في الحقيقة عند الناس ديال الناس الأصلين وكذا كانوا واحد الزرابي شحال هادي في الحقيقة ماشي زرابي كانوا موكيطات واحد الشكل ديال الموكات يعني في لون واحد بتعقلوا عليهم تيكونوا في واحد اللون خضر في حال داك اللون ديال القبة الخضرة وشي مرتك يكون في لون حمر كيكون لون واحد ما فيش ألوان كتيرة هادي كترد الزخارف وشي جد ديال الصينج كترد الزخارف وكي بقى يشوف الإنسان قبالته وفي ذيك الزرابية معارض مرسوم فيها الكعباء مرسوم فيها النكادة مرسوم فيها كذا الواحد ساعة لله احنا بشر فهدي من الأمور المعينة احنا كنت تكلموا على شيء أمور اللي تقدر تعاول الإنسان على الخشوع في الصلاة كين بل الأمور كذلك أخي الكريم أختي الكريمة أن الإنسان يقرأ القصص ويسمع القصص ديال الخشعين يسمع القصص ديال الخشعين لعله وعسى أن نفسه تحرك لعله وعسى أن نفسه تحرك ويقول كيفش هدل الناس وصلوا لهذا الشيء هذا وأنا وسيد الخشعين على الإطلاق هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنه ما أرضاه كان صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يقول قرة عيني في الصلاة جعلت قرة عيني في الصلاة كان صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كان يقول سيدنا بلال أرحنا بها يا بلال كان صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة عشاني حزبه أمر مليك يسمع شيء خبر مهياش مليك يجي شيء مشكلة شيء مصيبة شيء حاجة أول حاجة كيدير يذهبوا إلى الصلاة مباشرة تعزل التلفون ماتي عيط أول حاجة بالتي تصلي بالتي نقولها الله تبارك وتعالى علاش لأنه كان خاشي لأنه كان تحس بالقرب دي الله تبارك وتعالى فقراءة القصص والحكايات دي الناس في الخشوع وأنا عندي واحد الفكرة تهيز وينه أنا كنديرها مرة مرة شيء مرات اللي كنكون قالت في المسجد تنشوف شيء واحد بالحقق يعني ماشي دائما كنت تصادف معهم ولكن شيء مرات كنت تصادف مع شيء واحد من الخاشئين تكون شيء رجل عليه واحد الوقار وعليه واحد الهيبة فكنشوف ذيك طريقة باش واقف قبلة الله تبارك وتعالى وذيك الطريقة باش كي يزدي وتيدير تكبيرت الإحرام وكتحس هو أصلا مجرد الوقفة ديال ومجرد أنك تشوفه في وجوه خام يكونش في صلاة كتحس بأنه خاشع وكتحس بأنه كيعيش الحضور مع الله تبارك وتعالى الله أكبر وكيفاش راسه كي يحنيه وكيفاش تدك لي ديدة ديال وكيفاش كتحس بأنه جماد وكتشوف واحد الدل واحد الدل واحد الدل واحد الانكي صار وهذاك الركوع كيفاش كي يدير لي وهذاك المسيار في عمين الركوع وهذاك السجود مليه كتحس بدي تشوف هاد الناس في حال هكذا وكتحس بدي تأملهم وكتلاحظهم قرارا كتحس بدي يصل قرارا ما شي يصل لي كنصلي أنا طالع نازل طالع نازل وكذا في حلف ما شي ديك يصل وأهم شي والواحد يطلب الله تعالى طلب الله تعالى يرزقنا الخوش وأنا رأينا نتكلم ده بعد يسمعني ده الآن يقول سيدة دره خاشع في الصلاة ماشي دائما الدنيا كتهجم على الواحد والأفكار والهموم والمشاكل والتحدية دي الحياة وإحنا خاصنا نجاهد وخاصنا نغلب نفسنا بس الله تعالى يكون معنا جميعا والله يقوينا والله يقف معنا والله يجعلنا من الخاشعين المخبتين المنيبين الطائعين الراكعين الساجدين القانتين الله تعالى أن يكرمنا بما أكرم به عباده الصالحين اللهم حققنا بحقائق أهل القرب أسلق بنا مسالك أهل الحب اللهم يا ربي أطلقنا من سجن الحجاب ومن علينا بما مننت به على الأولياء الأحباب يا كريم يا وهاب شكرا ببشرى مفتح الخير كنت معنا في الهندسة الصوتية شكرا مونة الوراث كنت معنا في الإخراج وتنصيق الفقرات كان معكم من وراء الميديا عبد المجيد أمزال لا تنسونا من صالح الدعوات تجدد اللقاء إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء المقبل أما غدا فتلتقون مع الزميلة رجاء أعلني شكرا والسلام عليكم ورحمة الله شكرا